اهلا بكم في قناتي قناة اكلات هلأ استجمالا لوصفات المعجنات الافران هقدم لكم البتون سلي النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومآدير بسيطة وموجودة عندنا في البيت يلا بينا نشوف المآدير دي مآدير البتون سلي معايا مآدير البتون سلي زي ما قلتلكم مآدير بسيطة وسهلة وهتعمليه بمنتهى السهولة ومش هياخد اي وقت معاك معايا نص معلقة صغيرة بيكين بودر ومعلقة كبيرة خميرة بيرة معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة كمون مطحون ونص معلقة ملح ونص كيلو دقيق ومية دافية للعجل ومتينج ميلي زيت درة هي دي بس المآدير كل اللي هعمله اني هاخد الدقيق مص كيلو هحط عليه المواد الجافة كمون والخميرة البيرة والبيكين بودر وزي ما اتفقنا ان البيكين بودر بتساعد العجينة الخميرة في الارتفاع هحط السكر والملح وهنزل بالميتين ميلي زيت بالشكل ده وزيت الدرة تأكيد ان يكون نوعية حلوة هبدأ اجيب اسباتيولا وهبدأ اقلب المكونات دي مع بعض وبعدين ابدأ ابسها بقى بأدية عشان اقدر اتحكم فيها وبحيث ان الدقيق يتخللوا الزيت كل زرات الدقيق تبقى فيها زيت بالشكل ده بأدية باطراف الصوابع كده وهبدأ ابسه كده ها لحد ما اللي دقيق لونه يغير من الزيت ويتشربه تماما ويوصل معايا للمرحلة دي امسكها في ايدي كده اضمها تعمل عجينة هو ده بالضبط القوام اللي انا عايزاه في المرحلة دي هقدر بقى اضيف المية وعجن عادي بس مش هقدر اقولك على مقدار معين للمية لان كل دقيق وليه نسبة امتصاص معينة للمية كل اللي انا عايز اقولهولك ان انت تعجينيها لحد ما توصلي للنتيجة دي عجينة طرية جدا في ايديك ها زي ما انت شايفها ونعمل هسيبها ترتاح نصف الساعة وهبدأ في تشكلها انا مش هسيبها تخمر انا هسيبها ترتاح بس وهبدأ اشكلها صوابع باطراف صوابعي كده وهسحبها من النص لبرة للاطراف وبسكينة وهبدأ اساوي الاطراف هتبقى عندي بالشكل ده هعمل معاكو واحدة تانية اهو باطراف صوابعي وهخرج من النص البرة بسحب ايدي من النص البرة كده هتتكون كده بالشكل ده الطول اللي انت عايزة بقى واما تعمليها سادة او تضحرجيها في السمسم وتغمسيها كلها في السمسم بالشكل ده كده برحتك وممكن تحط لها كمون حصا ده على حسب اختيارك انت اهم حاجة لازم تجملي الاطراف هعمل المقدار كله اللي معايا ونص كيلو بيقطع مقدار حلو بيعمل مقدار حلو قوي بالشكل ده اهو وهبدأ ارصها في الصاج عندي وهدخلها الفرن على درجة حرارة ماتين هتطلع معايا بالشكل اللي انتو شايفينه ده الجمال ده وشوفوا كمية النص كيلو عمل كمية قد ايه انا هكسر واحدة ورها لكم شوفوا من جوه شايفين الهشاشة بين خالص اهي قدامكم ومقرمش واللون تحفة يلا ان عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وشتركي في قناتي لو سمحت فعلي الجرس ويلا باي